السلام عليكم وازايكم في الفيديو الثالث من كورس اليوتيوب اللي انا بقدمه في الوقت الحالي طبعا كورس اليوتيوب ده اللي انا بعلمك فيه ان انت زي تقدر تعمل قناة من البداية لحد ما ان شاء الله قناتك توصل مئة الف مشترك وكمان هقولك على كل الاسرار وكل الحاجات اللي انت محتاج تعرفها من ناحية التصوير والاضاءة والسيء وكل شيء بازن الله هيكون في الكورس ده لان الكورس ده برا سعره يعني يعني مبلغ وقدره حرفيا هنا انا هقدمه لك بشكل مجاني وكل اللي محتاجه منك فقط هو دعوة بجانب برضو ان انت تدعو اصحابك انهم يشوفوا الفيديو لاني يعني او انت تعمل شير للفيديو لاني خير الناس انا فعل الناس ومش طالب منك اكتر من كده او فيديو النهاردة بازن الله هيعتبر تالت فيديو في السلسلة دي ورغم ان ده الفيديو التالت وانما فيديو مهم جدا 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 بالنسبة لمستقبل قناتك يعني شوف كم جدا انا قلتها الفيديو ده يعتبر اهم فيديو ممكن يكون في السلسلة دي كلها لاني هو ده اللي هيحدد مستقبل قناتك وهيوصل قناتك من صفر لمية الف بيبداية صح وبسرعة وكمان هتخلي جوجل وكمان المشترك يحبك شوف كم حاجة مع بعض شوف يعني شوف اهمية الفيديو ده وعشان ما تقولش عليكم خاني نتخلش في الموضوع بتقول بص يا سيد انت بتشوف قنوات كتير جدا في الوقت الحالي بقت مسلا نقول في خلال السنة بتوصل لمية الف مشترك صح والقنوات دي انت ممكن تكون عارفها وبتشوفها يعني وانت بتدرسها بنفسك وتقول يا ربي ايه هو السر وساعة ما تلاقي القنوات دي بتيجي تقول لك السر مسلا في الفيديوهات اللي انا بنزلها السر مسلا في الصور المصغرة او العنوين وخلافه ماشي كل دي عوامل بس السر الصحيح وهو التخصص التخصص في المحتوى وهما اللي بيقدموه يعني التخصص في الشيء اللي هما بيقدموه وعشان اديك المسال كمسلا انت بتشوف في الوقت الحالي وده مسال شائع جدا يعني لان احنا بنشوفها كتير اول في الوقت الحالي القنوات اللي بتتكلم على اليوتيوب بالذات القنوات دي ممكن يعني في خلال سنة من صفر مسلا نقول من صفر مشترك لحد ميت الف مشترك ممكن يوصلوا في خلال سنة يعني القنوات دي ما بتنزلش يعني عن اي حاج غير اليوتيوب فقط يعني ما بتكلموش عن اي شيء غير اليوتيوب فقط لان اليوتيوب اكتر المحتوى اللي بيتم البحث عنه والناس حابة انها تشتغل على اليوتيوب وتشير بشكل بسرعة او يعني انها تشير بسرعة بالتالي بيدوروا وبيبحثوا على اساس ان هما زي يقدر يعني يعني يقدر يتعلموا على اليوتيوب نفس الشي طب يعني طبعا ده نقطة من بحر كبير جدا مثلا من قنوات بتتكلم على المونتير اللي هو المونتاج وخلافة لذلك التخصص عامل مهم جدا 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 على اليوتيوب لازم انت تخصص محتوىك من البداية لازم اول فيديو انت ترفعه على اليوتيوب انت تكون مخصصه يعني تخلي الفيديو ده لاول محتوى انت هتتكلم عنه يعني مثلا كمثال انا عدت وقررت دلوقتي ان القناة بتاعتي هتكون عني المونتير عن المونتاج يبقى ازا انا مش هنزل اي شيء اخر في القناة دي غير يعني كل ما يتعلق بالمونتاج فقط كمثال انا هعمل قناة اتكلم فيها على هعمل قناة اتكلم فيها على او اي برنامج مونتاج اخر فاهمني يبقى ازا انا قناتي متعلقة ببرامج المونتاج فقط انا كمونتير قناتي متعلقة ببرامج المونتاج يبقى ازا انا خصصت محتوى قناتي من البداية هنا طبعا جوجل هتحبك لان انت بتقدم يعتبر واحد فقط او تخص واحد فقط بجانب برضو الزاير هيحبك ان انت بتقدم الفيديوهات اللي هو مشترك في قناتك عشانها بالتالي هتلاقي عندك مشاهدات اعلى ومشتركين كل ما ده بيزيدوا صح طيب خلينا اديك مثال لو انت قناتك منوعة انا مثلا كمثال واحد كعبداللطيف الحمد لله ان ربنا من ديني نعمة من عنده ان انا ليا يعني يتخصص حاجة كتير جدا اسكن منتير سي او مش عارف ايه حاجة كتير جدا حتى انا مش عارف كم حاجة صراحة يعني حاجة كتير جدا فانا طبعا شفت انت البلايليست اللي على قناتي بتكلم على كم حاجة وانا قناتي بتجي مشاهدات قليلة طب ليه عبداللطيف انت بتكلم على السي او وانت زاد يعني تقدر يعني تزود مشاهداتك ورغم كده انت بتقول يعني او مشاهداتك قليلة ده عشان انا بتكلم على حاجات كتير انا قناتي مش مخصصة في حاجة محددة اه انا قناتي بتكلم عن التقنية بس التقنية دي المفروض ان هو نتش او نقول مثلا كمثال تخصص التخصص ده تحت فروع انا مثلا كمثال تقنية فرع مثلا كمثال برمجة فرع مثلا كمثال المنتير فرع مثلا كمثال الدزاين فرع مثلا كمثال هاردوير وفرع سوفتوير وخلافه انا مجمع الدنيا دي كلها ويعني واعتبر قناتي بتكلم على شيء واحد فقط وهو التقنية بس مش بتكلم على فرع اللي هو التخصص اللي هو الميكروا نيتش وهو ده السر ف Любنقة ده السبب اللي بيخلي قناتي ضعيفة دايما ومشاهداتها ضعيفة هتقول ليه بقى هقولك لاني كمثال انت دلوقتي شفت الفيديو ده وعجبك واشتركت في القناة والفيديو ده انا بتكلم فيه عن اليوتيوب مستقبلا لما انا انزل مثلا فيديو اخر غير اليوتيوب او ما بتخلمش شايفيه عن اليوتيوب بالتالي انت مش مهتم من انت تشوف الفيديو بالتالي انت مشترك خامل او يعني مشترك مش متفاعل عندي لان المحتوى اللي انا بقدمه ما بقاش يهمك فعشان كده تلاقي ان انا عندي دايما مشتركين عالين جدا بس المشاهدات قليلة فعامني ده السر للناس كتير او بتسألنا عب لطيف نتالي عندك المشاهدات قليلة هو ده السر ان انا بتكلم في حاجات كتير جدا طب لو انا عايز مشاهدات عالية هتلاقيني من النهاردة مش من بكرة صبح من النهاردة هعمل قناة والقناة دي هتكون بتتكلم على شيء واحد فقط واوعدك خلال سنة ممكن اوصل لقناة دي الـ 180 الف شوفت بقى انا يعني بقولك بكل ثقة ازاي انا واثق من انا بقولك منه ان انا ممكن اعمل قناة اتكلم على شيء واحد فقط كمثال المونتاج او كمثال اليوتيوب فهمني ممكن اوصل لقناة دي من صفر الـ 100 الف مشترك او اكتر في خلال سنة او اقل من سنة وبدون نعمل اعلان واحد ليه لاني التخصص هو العامل اني تتخصص قناتك هو العامل وهو ده السر اللي اغلب القنوات على اليوتيوب مش هتقولك عليه اصلا لاني يعني اغلب القنوات على اليوتيوب هم بيحتفظ بها السر ده بنفسه ما واحد يقولك انا لو قلت السر ده الحد ممكن نلاقي قنوات طلعة جديدة تنفسنا في شيء هم مش فاهمينه اصلا يعني هو فاكر عشان السر ده اللي هو عارفه ان هو تخصص محتوىك من البداية يعني على حد فكره وعلى حد فهمه ان ده سر يعني محدش لازم يعرفه فيهمني فبالتالي ساعة اما هو بيخصص محتوى من البداية وتلاقي عنده ان القناة ضربت مرة واحدة يقولك اه ده سر فما بلاش بقى ان انا اقوله لحد عشان ما فيش قناة وتطلع وتنفسني ده للأسف اللي بيحصل وده اللي بالفعل شفت واحد جاي وقوللي انا هقولك على سر ان انت يعني ازاي تقدر تجيب مشاهدات قلت له قللي قال لي التخصص قلت له يا راجل يعني معناه كده ان هو بيقوللي على حاجة بديهية جدا بس هو فاكر ان ده سر فهي دي الفكرة ان المفروض ان ده الشيء اللي انت تعمله من اول ما بتدي القناة على اليوتيوب وهو ان انت تخصص قناتك لازم قناتك تكون مخصصة لشيء واحد فقط اندرويد يبقى ازا اندرويد اذا كنت هتكلم على تلفونات او تطبيقات هاردوير ازا هاردوير وسوفتوير يعني يفضل هاردوير فقط اللي هو كمثال زي تجمعات وخلافة سوفتوير هتشرح برامج يبقى ازا برامج واحد فقط تركز عليه فيامني كمثال زي المونتير او برامج التصميم او غيره هتكلم على شيء اخر ماشي هتقول لعب لطيف طب انا محتوى مثلا نقول فلوج او محتوى طرفيه كل اللي انا قلته ده يتحطي تحت اطار المحتوى التعليمي المحتوى الطرفيه نزل اللي عجبك لانه محتوى طرفيه في النهاية عشان كده انا حبيت ارى حطه في الاخر لان المحتوى الطرفيه يعتبر اي حد ممكن ينجح فيه سقط تقدم اللي يضحك الناس بس مش اخطر من كده او اللي يخلي الناس مابسوطين انما انا باتكلم كل ده تحت اطار المحتوى التعليمي بس ودى كده اكون وصلت لنهاية الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبك وطبعا لو عندك اي سؤال تقدر نتسيبه لي تحت في التعليقات وبإذن اللي هارض عليك عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده اتمنى يكون الفيديو افادكم فعلا والشير في الخير وخير الناس الفعلى الناس واشوفكم عن الخير بإذن الله الفيديو الجاي وطبعا لنا جروب على الفيس بوك بجانب برضو لنا جروب على تلي جرام هتلاقوا بإذن الله رابط بتاحت وتحت في الوصف ومع السلامة